حياة على هامش الحرب وهتافات تعلو على دوي المدافع هذا هو واقع الحياة في ريف محافظة الضالع حيث جرى تنظيم عدة دورات رياضية في كرة القدم تحمل أسماء شهداء هذه المناطق ويجري على ملاعبها الترابية إحياء وتكريم لرمزية خيرة الرجال الذين سقطوا دفاعاً عن الجمهورية ومكتسباتها الوطنية نحن قمنا هذا الدورة رغم المعاناة رغم كل شيء ورغم الحروب رغم الإهمال للشباب لكل شيء إلا أن نمارس حياتنا الطبيعية بالرياضة بكل شيء هنا في قرية القحلة بمنطقة مريس وبحضور جماهيري كبير واختتمت بطولة الشهيد مأمون محسن لكرة القدم والتي أقامها نادي اليرموك الرياضي وفي لقاء الختام الذي جمع فريقي الصمود والنجوم وأنتهى اللقاء بفوز فريق الصمود كرم نائب قائد محور محافظة إب العميد مزاحم فريق الصمود الفائز بكأس البطولة وبقية الفرق المشاركة محمد مريسي قناة بالقيس محافظة الضالع